الانترفيو مع زينا الحكومة مسمعناوش وزيد وزارة الداخلية سامت اما حمد لتكلموا كيب دفع ميور فوتار كو جامي اما كلمان دخلت شو مستين مشو نتكلموا داد معروف صارت مشكلة راو عليش تلوم على الداخلية خي سانسية شكون يتكلم الداخلية تتكلم ويتعمل في عملية الرسط والملاحقاء المنطق واحتراف واحتراف شو شو احنا مواطنين محنش رعاية من لول من لول منقدوش هوا فيسبوك او شدو سوماري او شدو شو من لول تخذو وزارة داخلية في بلاغ ولا ندوة صحافية هوا شدنا وعلاش وشكون شدو شكون ميزان متشدش هاد هو المنطق هاد منطق الاشياء ديما تخرج وزارة داخلية نحكي وقتيش من لا في العهد في العهد البيت كان ديما تخرج في العشرة السوداء ديما تخرج وما قبل عشرة السوداء كان في العشرة الروز معاش تخرج وليت ما عادش نعرفو حط شي معناها سبا نورمال على اقل شدوهم وعليش وكيش سيبوهم شدوهم بذن مستين شو سيبوهم شدوه كيش سيبوهم شدوه معنا شي غريب معنا الطريقة اللي هربوا بها معنا مش نبورتكواء والسهول اللي تشدو بها ستايين بعد ستايين ايه مسهولة غريبة هاد مرهابين كبار معاش هربوهم يبدو ألف متدخل أجنبي سيد الرئيس خالص عينة وتشدوا بالطريقة هادي في الساعة لولا كان حاضر ضيفي الخبير الاستراتيجي الأمني ميزن شريف يقول لك وضعيته وما كانوش في حالة عادية متاع العقيدة الإرهابية وما تتطلبه أنا شوف أنا شوف أنا أنا حاسب رأي شدوهم في وضعية شدوهم وما شدوهم مش الأعمل العملة وصل للغرض انتعوه اللي هاو اللي هو يحب يوري أولا ثم ضعف في المنظومة الأمنية التونسية حاب يوري هذا يحب يوري هذا في فترة اللي تونسة خايفين على أمنهم التونسة خايفين على مستقبل أولادهم التونسة خايفين على صحتهم تسمى تسمى فم الشعور كبير كيف تشو تقولي خايفين هم يعمل في سلفي مع إرهابي شكون خايف على مستقبل صغارك انا خايف على مستقبل صغاري خايف على صحتي خايف على صحتي نعرف مشكلة تدوية خايف على تواسل ثم مركب تعدم الامن ثم عاد فم عليش قتلي منذ قليل سينجي جلول اه كيفاش تصيبه ولا تصيبه وشتده ماشو معناه 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 غريب شوية معناه الرهابين بالشكل هذك والطريقة اللي خرجوبها طريقة معقدة جدا وارهابين كبار آه قاعد معناه غريب. معناه فاكم اختراقا؟ معنا السجن المنغاية مخترق مش كنسة المنغاية مخترق هو كل شي مخترق في البلاد هذي? كل شي مخترق في البلاد هذي? مش كنسة المنغاية مخترق. الاختراقات في كل بلاد وفرب متعرف اختراقات مجمع تونسي مجمع تونسي مخترق بالمخابرات الأجنبية إلى غير ذلك تم اختراق كبير. انا بالنسبة لي اقول لك انا سيبهم وتسيبوا وتشدوا احب المساج وصل انتوما تدعيم شعور عدم الاستقرار وشعور الخوف في البلاد وشعور الانكيتوت في البلاد وشعور الانساريت في البلاد وقع تدعيمه وتدعيمه بشكل كبير ياسر وانا بالنسبة لي انا هذا نقوص خضر لحسار رغم ان شادوهم يستخبين شادوهم نقوص خطر لانا احنا بالثورة التو معنى مجتمع التونسي تقسم تكفير والتخوين وازلاب معنى وقع على عمله بورجيب متعرف قبل لاحنا قبل الاستقلال كنا فراشيش وهمام موس وحلية وكل اللي يسميه بورجيب الوحظة الوطنية الوحظة الوطنية اللي تشكلت بالدولة الوطنية بعد الثورة تجزأت واحد يخول واحد يكفر واحد يقول لك ازلاب واحد يقول لك خولة الى غير ذلك هذا نقوص الخطر يوري اللي احنا بحاجة بحاجة باش نرجعوا لك الوحظة الوطنية باش نرجعوا نرجعوا نبنيوا بلادنا مع بعضها باش نقصوا من التخوين نقصوا من التكفير نقصوا من الهذا كل ونبنيوا بلادنا على شكل هذا انا بالنسبة لانا هذا نقوص خطر يخلي ان احنا بحاجة اليوم قبل غد ورا الوحظة الوطنية الى حكومة واحدة وطنية كانت نحبة حكومة واحدة في الناس كل ونطلها بمشاكلنا خاصة كنتشوف قانون المالية دمي بانكاتر حكومة واحدة وطنية شنو اللي بيش تبدل وشكون اعضاءها واطرافها قديش عملناح من حكومة واحدة وطنية حكومة واحدة وطنية لا 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 شوف حكومة تكنوكرات من اتعس الحكومات في العالم على خطر وخطر تم خطاب خطاب اه اه اذا ردوا فيه ناس ما يفهمو حد شي يلزم اه حكومة اقتصادية كليمانسو كالرجل عظيم يقول راه الاقتصاد حاجة هما يسر باش منعطاهاش الاقتصادين منعطاهاش بوليز ايكوناميس اخي مهاتير محمد الابناء الاقتصاد تماليز يتعارش نو خدمته مو طبيب لها دي نوير على البناء الاقتصاد التونسي معناه ابو كا راه الاقتصاد والاقتصاد علاش الاقتصاد بيزموش ابنيوه الاقتصادين لانا لانا كانت حب تعمل تفره في الاقتصاد تعمل ثورة في الاقتصاد يزمو تفكر من خارج الصندوق مش من داخل الصندوق اه اسمه التكنوكرات يفكروا من داخل الصندوق لانا التكنوكرات دوره يطبق اوامر سياسي اي وكي تكون حكومة متحزبة مني مش تفكر حكومة لا لا فه سياسيين فه سياسيين وسياسي دوره يستشرف ومش سياسي لكل بيس وراه اما السياسي لا تنتبق عليه مواصفات سياسي راه السياسي شمعناه هو رجل عنده رؤية عنده استشراف عنده ثقافة عنده فكر عنده مواصفات الزعيم هه الخطر هوا سياسي بل plat اوع ما يحكيها بلخق اخي اه اه كل واحد سمي روحوا سياسي سياسي في البلد هدي ماما سياسيين بلاد مع قانون المالية لا يتماشى مع تصريحات رئيس الجمهورية وتوجهاته؟ قانون المالية؟ رئيس الجمهورية في جهة وقانون المالية في جهة شي غريب قانون يظري اكبر معارضة عن رئيس الجمهورية هي الحكومة نعمل على رواحنا والميزانين تالفين واربع عشرين التدين في ست وثلاثين في المئة ومصادر مش معروفة مش خال سيء رئيس الجمهورية يحكي على الفساد والفساد والفساد قانون المالية لا يوجد حتى شي ينم إذن الاقتصاد الموازي لا يوجد حتى شي الاقتصاد الموازي يعني مثل 40% في البلاد شوف التعريف التونسي في عهد البي الفساد هو عدم دفع الأداة لا يوجد حتى إجراء لا يوجد حتى إجراء لا يوجد أي إجراء جبائي لإحتواء السوق الموازي وقالوا المالية هذا تارق قدش فيه معنى أنا شفت شوية قدش فيه للا خمسة فاسة ثلاثة مليار للاستثماء لا يبنيش ليسيره معناه لثم فلوس باش نبليو لسيات لثم فلوس باش نبليو سبيطارات لثم فلوس باش نخلصوا شهريات لثم فلوس باش نزيدوا شهريات قالوا المالية هذا فيه تقريبا تقريبا الأجور والدعم والدين الخارج بالتالي تحب تقول لليوم يجي جلول القانون المالية متضارب تماما القانون المالية أولاً عكس خطاب الرئيس عكس ومش أول مرة أراه معنى الرئيس فيه واد وقانون المالية فيه واد لأن الرئيس فيه واد وحكومة فيه واد لأن حكومة إدارة في الدخل هي حزب الإدارة قد يؤكب البلاد وحزب الإدارة ما عنده حتى تصور ما عندوش تصور ما عندوش رؤية قانون المالية هو رؤية الاستثمار هو قانون سياسي هو رؤية للمستقبل هو رؤية للتنمية شوفها من الزاوية الأخرى رغم كل الصعوبات وشح الموارد حتى لليوم تونس نجحت في تسديد مدينية صحيح نجحت في تسديد مدينية على الحساب الحساب نقص توريد في الدواء نقص توريد في القمح نقص توريد في المعدات معناها تعرف شنواه نخلص ديوني وانتي بوت بوت بشار ميسيلش هده لسار هده لسار وسبابري معناها خلصنا 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 هو قانون الميزانية دميل فانتورو ميزان متسكرش وفي الفين وثلاثة وعشرين اخدينا ديون اكثر من الفين وثلاثة وعشرين برا شوف تبع معناها الوبلانتة ديون انا بالنسبة لهي انا معناها قانون المالي هذا مش يدعم شوف لا تصادق قانون المالي تعديل تصادق ميزان متسكرش صادق عليها مجلس نوي ميزان متسكرش صادق عليها ميزان متسكرش يدعم يكون نجيروه على كروشنا بشوف نجيروه على مسارنا هذا هو قانون المالي يعني قانون المالية بدون نروح بدون تصور بدون جرعة بدون حتى شي مش هكي شي قانون المالية سمحني لانا قل عملوه الناس ما مش سياسين الناس تأدارة شو كان يتبدل لو كان عندك اطراف متسيس شو كان يتبدل في قانون المالية انا نحط معناها نسبة للمنمو نحط برشا وانتي لخرجت باتفاق مع الافامي تشتخل لعندك اي موارد لا 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 يا ودي سمح لا 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 سمح سمح كذب قعد يقدم فيها اخيانك نزيدك في الشهرية انا ما بقى بالدوفيز نزيد فيها ما نزيد فيها بشي بفلوس تونسيها اخيانك كنا نحدث معناها مواطن شغل جديدة بالدوفيز نعمل فيها اخيانك اي معناها الحسن معناها شو فمزوز كذبات قعد تكذب في تونس اولا لفامي في حكاية الشهريات وزاد في الشهرين نزيد فيه بدينا نرى تونسي وراوك تزيد بدينا تونسي تكثر الاستهلاق والفلوس نرجع لك اخمش قرصي داريس تعملها رواحنا ومحشناش بلافامية مو هذا يسوئل ليه عاد ايجي نتاب من جيها لا 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 سمحني لا لا سمحني من جيها محشناش بلافامية ومن جيها كتلة الوجوه وعليش كتلة الوجوه وتلافامية لانا لانا البيابي ضعيف في تونس تولي الكتلة كبيرة كبر البيابي تولي كتلة انا اجدوس ايكوناميست حسب ما نعرف كتلة الوجوه لانا في اقتصاد ضعيف اما سمحني كيف انا نزيد في الوجوه مشهورة الفامية يودي شوف اخنا حشتنا بالدوفيز باش نشريو الدواء باش نشريو الدواء حشتنا بالدوفيز باش نشريو القمح حشتنا بالدوفيز باش نشريو المعدات حشتنا باش تاقة ما حشناش بالدوفيز باش نشريو فلفل وطماطم ما حشناش بالدوفيز اذا كان معناه ثانيا ثم كذبة كبيرة في تونس كذبة زيادة كبيرة ويكرسة خلو المالية وهنا عنا برشة موظفين معابة بالموظفين معنىش بزور معنىش ما تمش اغراق معنىش ما تمش اغراق معنى شبابات عشوائية على بعضه اختنى ما لحكيت شوف تلقى بوسفين قداش عنا قداش عنا تقريبا ستة مئة وخمسين الف موظفين في مئة وخمسين الف في التربية في مئة وخمسين الف اللي في الداخلية قداش وليه ما يشد عندك فيها التربية الداخلية الصحة الجيش الامن معنىش موظفين بالعاسك تمش الاسبتار تلقى تلقى نقصين دي كادر التعليم نقصين معلمين وساذة وين تمشي تلقى نقص اللي تحكى على فيها نقص ياسيدي احنا ما لا 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 فما ستة صرف انا كنت وزير تربة ونعرف فما بلايس فيهم مئة مئة عامل ومئة الكوليج ما عندهم مش حتى عامل ثم ستة صرف اما مش صحيح عنا برش موظفين هذي كذبة قاعدتك ذبع الشعب التونسي وكي تكثر موظفين ما وتكثر الاستيليك يوديك تزيد بدنيرها تونسي في الغر الفلوس مسترجع لكرا نورمال اندي تحب تعمل استثمار وتنمية وطارف جيبايا قداش في قانون المالية هذي خمسة وثلاثين في المياه اقوى جيبايا في في الافريك على 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 السكن على البحث العقاري تعرف قداش تسعتاش في المياه اشكون ريزان مش شريدار ويعرس ويجيب صغار اشي يحبوا حبوا معج نعرسوا بعد جيبوا صغار يلقطع نسل التونسي هناش يعبوا قانون المالية لم يتضمن اجراءات لدفع الاقتصاد اليوم ما فهم حد شي اعطيني اجراءة لدفع الاقتصاد اه سي فهم اجراء وهو نحاو الديوان على القرد فاجراء سوريك مول الفلح ما خد نستعلم في القرد للسباح وزيت موصلة في حوالي معاك ناجي جلول الوزيرة السابق ورئيس حزب الاقتلاف الوطني فاصل اشهيري وانواصل شاميس بروموسفور تأكد على دعم الرياضة والرياضين مع بروموسفور تلعب نفع اصغارك وبلادك شاميس بروموسفور لما بدوا يقصف المنطقة وحقوها حريب أبدوها إبادة لا ضال بيت ولا ضال جامع ولا ضال مؤسسة ولا ضال حماية نحن كيف عايش فينا على الرمل وعالوسخ للطفال الأمراض تحية لكم أهلاً وسهلاً مرحباً هذه استوديو شامس ما زلت مواصلة في حواري مع ناجي جلول رئيس حزب الاقتلاف الوطني سناجي تحدثنا على قانون المالية تحدثنا على الارهابين الخامسة اللي فينا الموت شد وتحية مجدداً لقوات الأمن الوطني على اختلاف التشكيلات الأمنية اليوم نحب نرجع معك في نقطة معينة الجدل وضجة في قبة البرلمان بسبب ما يعرف به قانون تجريم التطبيع بين مؤيد ورفض القانون بصيغة الحاجة لا 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 شوف فهم الدفولي الصيغة اللي تكتبها في البرلمان بيها وعليها نعم معناها ما هوش مكتوب بالبيع أما ثم حاجة قعد بهت فيها وهو كيفاش هذا قانون تجريم إذا آآ آآ التطبيع يزور بالمصالح التونسية ما فهمت إيش أنا قانون تجريم الطبيع لا يزور بالمصالح التونسية بالعكس يخدمها يخدمها كيفاش أولا ناخده الفولي الاقتصاد يا برك ما ناخده الفولي السياسي ما يمنعنا معنا عدت علاقة بإسرائيل وإسرائيل كيان غصب وكني قلتها بالواحد عندهم كلهم جنسيات أجنبية 95% من إسرائيلي عندهم جنسيات أجنبية ما عندما حتى علاقة بالأرض هذيك حتى أورشاليم هذية القدس موجودة في اليمن ماش موجودة غادي أكبر كذبة وهو التاريخ الشعب اليهودي هذي كذبة بايغتنا أنا كيف أنا كي نعمل قانون معنا تجريم التطبيع ونعمل معه قانون مقاطعة الاقتصادية راهو في تاثة وسبعين مقاطعة تفكرها مثل البترول كي باش ضرت خلقت الغرب أنا أخويا ما نشريش شانس كافي نشري ما تقولش الإشهار لا لا مش الإشهار سمح سمحني أنا أخويا ما نشريش ماركة أجنبية نشري ماركة تونسي في القهوة في السكر في الحليب في المواد المكي يجي أنا كيف أنا شوف هو شوف هو شوف فما حاجة أنا الأوان باش نقفه وهو لأحنا الدفيز متاعنا اللي نعرقوا عليهم قاعدين نخرجوا فيهم لشيراء كماليات يلزم أخي 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 تتفكر شعمل الوقت لها دنويرا مش عمل قانون متى استيرادة فما قانون الاستيراد في تونس تو تلقى كل شي في المرشي تلقى أشياء ما يتمناش أولا مش ترشد استيراد بالعملة الصعبة وتخلي العملة الصعبة في تونس وثانيا تخلق ديناميكي شو أنا أنا كنت مشيت الروسيا بعد ما بعد روسيا بعد ما صارتك الموقعات عن تاوروبا المرشي هم عمليهم فرصة تاريخية في الموقع الاقتصادية باش نعملوا تتونسة معاش نستودهم عندهم فرصة تاريخية في المواد الأساسي في المواد الأساسي هيا خوف نحنا ما قلناش نحن ما نشروه قاما ونشروه شدواء وحتى الدواء عمنا الإمكانية الكبرى باش نعمل الصناعة عمت دواء في تونسيا وفي فانو ورابعة من حب يعمل صناعة الدواء تونسي وحاربته إذن للابراتور الجنبيي الموجوده في تونس عنا الامكانيات عنا 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 من احسن لدكتور ان بيولوجي اللي نجم ونعملوا مصانع ادواء في تونس ما اما علش تتوضو في الكاميريات يا ودي كيتمشي انتي كيتمشي في المجازن تلقى كان دي برو دوي كاميريات ما حشدش بيهم معلش تتوضوه اللي قلت لك اللو نعملوا قانون تجريم التطبيع بالعكس رو مش يدعم لا اقتصاد تونسي مشي حاسن لا اقتصاد تونسي وgren batt يدفع لا فقد انتاجنا يهوهير وبقيت علاقاتك اليوم مع الدول العربية المطبعة مع الجامعة العربي اللي عرفة عاه لحفيش ما او 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 وهو جامعة العربية كان ينساكروها خير قان ه Seite جامعة التطبيع وجامعة البيانات ما كي بيها كب ليس الجامعة العربية اما اه علاقاتها مع البلد المطبعة هذي كتدخل في العلاقات دولية بريتو هي دولة مطبعة هي عندها حق بشتبعة احنا ما منفرضوش عليها حاجة قانون او مشروع اما 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 نختار فيه وعليه بسياغته الحالية في اه في 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 مثلا المطلوب اعادة اعادة السياقة اعادة السياقة مش اه عندك في المجال الجزائية الفاصل ستين وما تيب وما لاحقه ليلي هيودي عملتنا سياسة شوف اه احنا احنا شو 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 بحث في السياسة في السياسة ما نحكيوش منطقة في السياسة نحن في حول التحرير. شو شو فالسياسة سمى ما هو ريال وفما هو نفسي فما ما هو بسيكولوجي فما ما هو اه انا عطيك اه تسمع بي اشترى مرتالة. لا اوقف الزحف العربي في اه. هذي اشتر المرتين مش موجود. عاملين هو كسنب. هو خاطر الاخر اسمو طارق. عاملوه الاخر مترقة. هيك او ذكالي. رأوا في في تسير الشعوب ثم اشياء نفسانية. اشياء بسيكولوجية. مع النفسانين وقت اللي تولي تونس دولة تجرم التطبيع. تعطينا دفع. تعطينا دفع اقتصادي. تعطينا اه تعطينا نخوة. تعطينا تأثير على الشعوب. على على ضد تعارونا عسرائي. علش? نابنهوني دولة وبلد غير مطبع وما فاميش جملة. ايش يمني منك? يودي اش دخني في الزير انا. اختصاد. انا تونسي. انا تونسي لا يامني في الزير. اش تعمل لا يامني في في السعودية اش تعمل? انا. انا. في حارف اختصاد اخير من النبر. يعني سنرمال اللي بي عندها البترول. اليوم في في علاقة بقانون تجريم التطبيع. هل تعتقدوا بعد بيان او كلمة رئيس الجمهوري اللي توجه بها بالذن. هل تعتبر كما عنوانات بعض الصحف والما يقع الاجنبية تقول لك قطع طريق على المزيدات. هل كان فاميش شو 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 شو. لا لا شوف. انا اه فامي موزيدات. فاميش في البرلمان حب تزيد على رئيس. ليه اغراض انتخابية. الفين وعشرين قربت. اه هيدا صحيح. هيدا صحيح. فاميش كوف برلماني كانترفي رئيس الجمهوري. بانسور. فاميش في موزيدات. اما انا مهمنيش فيما موزيدات ولا موزيدات. انا نعرف موزيدات. نعرف سيارة القانون خائبة. هذي كل. نعم. انا اللي يهمني. باش نقولوا نعودوا قانون تجريم التطبيع. ما يضرش بالمصالح التونسية. بالعكس يخدم المصالح التونسية. يخدم صورة. تيش عنا احنا بربي في تونس. عنا صورة عيسى في الخارج. دولة الارياب ودولة ودولة. هاوش تعطيك صورة ناصعة. عند كل الشعوب. تارش معناها. الشعوب المعادية لاسرائيل. شكون هي. عندك زوز مليارات مسلمين يكره اسرائيل. وعندك جزء من امريكي الثاني بيحبش اسرائيل. العالم بيحبش اسرائيل. نهارة لتونس ترفع شعار مقاطعة اسرائيل. وعدم التطبيع. تولي. تولي دولة عمك لك مكانة. رأوا فهم مشكلة. عالش بورجيب الناس تحبوه. بورجيب اعطانا مكانة كبرى في الخارج. انا كمشيت الهند مرة. انا مشيت مرة للهند. فهمت قالوا لي مندخلوش الاجانب الظريح غاندي. اما انت ودي بورجيب امش تدخلوك. معنا هذية كانتش تعطينا صورة جميلة في الخارج. صورة جميلة عند الشعوب المحبة للسلام. صورة جميلة عند الشعوب المعادية الامبرالية. هذي هنالي يمنى في القانون. في النخر. القانون معنا هذي 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 يمنى. شوف السياسة فيها جانب نفسي. وفيها جانب علاقي. وفيها اه جانب فلسفي. السياسة فن. انا ما يعرفش ما عندوش الفن. ومعندوش الفن. هه ميعمل السياسة. تعليقك على تواصل ايقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. شوف اه عبير موسي لا 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 تترك فرصة الا لمهاجمتي عندها 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 حاجة تسمى مهاجمة نجزلو طلعت عنا جماعة و لكن انا مبدئيا ضد وجود الناس في الزجن لاسبات سياسية و انا بالنسبة لي انا كان نحبه لاسباب سياسي معنى انت تعتبر عنه انا كان نحبه بالرسمي قدمه و اه نتجاوزوا الهشاشة للمجتمع على ورات العملية الخرية نحنو بحاجة باش الناس كل تخرج من الحبوسات الناس كل تخرج من الحبوسات بدون استثناء مساجين سياسيين يخرجوا السجن ما هواش ما كانت سياسيين الناس كل تخرجوا الناس كل تعاود تبني نعودوا الى بناء واحدة وطنية الواحدة القومية لحبة بوريبة لانا كما قلت لك احنا قبل ستو خمسين كنا فرشيج وهماما وسوحلية وجنوب وسمال انا من القرية اسمها لبقارطة احنا وتبلبوا كل ما تعاركين نرجعوا نبنيوا البلاد انا كان اقبل لا 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 انا كان اقبل تعرش ولا ولا تو ازلان كفار خونا مزيونة بربي من هذا الكل احنا بكل نتوانسة وانا عنده بطاقة التعريف تونسية تونسي حبيتك تعطيني هكا حاجة داسمة لا لا انا 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 مع اطلاق صراح كل المساجين السياسيين بدون استثناء بما فيهم المتهمون بالتآمر عن الدولة شكرا جزيلا نجي جلول فيتكم التصريح كاميلان تلقاوها على موقعنا شمسة فهم طبعا وصفحة البرنامج